بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مدى نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نور لا ينقطع عنا ونور صلى الله عليه وسلم نور بيتغلغل في حياتنا كلها واللي يعيش مع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في حياة مختلفة هو ده اللي يعيش في الحياة الطيبة هو ده اللي ممكن نقول عليه أن حياته تجددت بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي مش بس طب القلوب ودواءها ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اكسير الحياة أنواره وبركته هي أعظم هبة ربنا سبحانه وتعالى منع بها على البشر سيدنا الإمام الشافعي يقول عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فيش خير في الدنيا والآخرة ولا في نعمة بنعيشها في الدنيا والآخرة إلا سببها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده إحنا نعيش في أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حديث من جوامع كلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جوامع كلمه يعني من أحديث اللي بتجمع الخير من أطرافه سيدنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه وجمع له شمله الله وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله سبحانه وتعالى فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له نقول الحديث مرة تانية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك وسيدنا أنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيسمع من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوقات المختلفة الدرر مجوامع الكلم اسمعوا هذا الحديث مرة تانية بأذان قلوبكم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة راغمة يعني غزب عنها ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه قدامه على طول وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له لازم نفرق تفريق واضح وإحنا بنفس مع الحديث ده وبنفهم الحديث ده ما بين حاجتين اختلطت في الفترة الأخيرة وخاصة في خواتيم القرن العشرين واستمرت معانا في التدين الكمي ما بين مفهومين ما بين حب الدنيا وحب الحياة الحديث هنا بيتكلم على تفريقة واضحة ما بين الكلام عن الدنيا والكلام عن الحياة لما تعرف إن الكلام عن الآخرة كلام عن الحياة يبقى تعرف ليه الكلام هنا جيه بالمقارنة ما بين الآخرة وما بين الدنيا الحديث هنا مش بيقول لنا ما تحبوش الحياة وإنما بيقول لنا بلاش يكون عندكم انشغال دائم بأمور الدنيا على حساب الأمور الكبرى أمور الدنيا يعني إيه وكأن الحديث بيقول لنا اوعى تحول الوسائل إلى غايات الدنيا دي وسيلة للآخرة الدنيا دي وسيلة زي الأدوات وسائل للمعاني الكبرى زي السلوك وسيلة للتحقيق القيم في حياتنا يبقى لازم الوسيلة تفضل وسيلة والقيمة هي الهدف والغاية والمراد الآخرة هي قيمة في حياتنا الآخرة مش زمن بننتظر إن احنا نروح له الآخرة هي القيم والأخلاق والحياة هو ده المعنى فلذلك الآخرة هي اللي بتشغل كل الأمور الكبرى والجميلة واللي بتخلق في حياتنا حالة من حالات الوصل بالجميل سبحانه وتعالى وعشان كده لازم نفهم ده في ظل قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ايه هو نصيب من الدنيا؟ أن الدنيا وسيلة للآخرة وعشان كده لازم احنا نفرق ما الشيء الذي نحبه الآخرة وعشان بنحب الآخرة يبقى لازم نحب الحياة لإن احنا حياتنا في حياة أولى وهي التي نعيشها الآن ثم حياة ثانية وهي حياة البرزق ثم حياة آخرة وهي حياة البقاء والأبدية وهي الحياة الآخرة طب إيه اللي حاصل؟ يبقى لازم نفهم معنى من كانت الآخرة همه إنه مش المقصود يوم القيامة هو اللي شغله المقصود القيامة والحساب بس إنما المقصود إنه ينشغل بما ينفعه في الحياة ينشغل بإيه؟ من كانت الدنيا همه يعني يكون مركز على المقاصد الثلاثة من الحياة العبادة والعمران والتسكية يبقى هو يركز على إيه؟ على كل شيء ينفعه في الآخرة إيه أكتر شيء ينفعه في الآخرة؟ العبادة والعمران والتسكية وعشان كده ينشغل بالأمور التي تجعل آخرته عامرة ويكون ده حج ليه مش حج على الله ولكن حج ليه بمعنى سند يقدمه لمولانا سبحانه وتعالى أنه كان يحب الله لكي يدخله الله جنة المحبوبين وعشان كده الجنة فيها منابر من نور بيكون عليها المتحبون في جلال الله وعشان كده هو بيقدم أعماله الصالحة كسند للدليل على أنه يحب الله وإحنا مش هنقدر نفهم معنى من كانت الدنيا من كانت الآخرة همه إلا لما نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيقول في للصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ده حلو أو ده بس الله استنى ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فإن يحصل؟ فيعطى هذا من حسناتي ويعطى هذا من حسناتي فإذا فنيت حسناته قال أن يقضى عليه قبل أن يقضى عليه يعني قبل أن يحكم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار آه يعني اللهم الآخرة لازم ما يكونش من المفلسين لازم يكون عنده عمل صالح بيحصنه بيحصنه من الظلم والكلام في عراض الناس ولو تأمننا هذه الأشياء الخامسة اللي ذكرت هتلاقيها بتمروا على المقاصد الخامسة فإن اللي حاصل؟ عمل فعل ينقص من حفاظه على المقاصد الخامسة اللي هي في الحقيقة بتحقق المقاصد الثلاثة اللي هي العبادة والعمران والتسكية يبقى من كانت الآخرة همه يبقى اللي بيراقب ربنا بيراقب ربنا فيه؟ فيعيش بأفعاله عابد ويعيش بأفعاله معمر ويعيش بأفعاله بيزكي نفسه فإن اللي يحصل؟ فتكون أفعاله باب من أبواب الرضع باب من أبواب الدخول على رضع الله سبحانه وتعالى وعشان كده يبقى كده فهمنا يعني إيه من كانت الدنيا من كانت الآخرة همه علشان كده جبنا الحديث ده بعد ما تكلمنا عن حديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه فانشغالك بما يعنيك هو انشغالك بالآخرة قصدي انشغالك بما يعود بالنفع عليك من عبادة وأمرا وتسكية ده معناه أن انت منشغل بما يعنيك يعنيك الآخرة يعني يعنيك ما يبقى نفعه بس مش في حياتك دي ده كمان يمتد نفعه إلى الحياة الآخرة طيب اللي كانت الآخرة همه إيه اللي يحصله يعني؟ ما بعض الناس يقولوا احنا هنأجل بقى اللي انت هتحصله ده في الآخرة يعني ما احنا عايزين وكلام الناس اللي هو في الحقيقة في الحقيقة بيبين ان هم مش عايشين مع الله سبحانه تعالى وفي حضرة مولاه يقولوا حيني النهار ده ومين وقتني بكرة انا يا سيدي لسه هنتظر للآخرة ايه اللي هيحصله الإنسان اللي هو الآخرة همه في الدنيا قبل الآخرة اول حاجة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هيحصل حاجات مهمة جدا جعل الله سبحانه وتعالى غيناه في قلبي يعني ايه؟ يبقى من أصحاب الرضا وإيه اللي يحصل؟ الكلام الحاجات القليلة تزيد في إيديه ويبقى هو حاسس بنعمة ربنا طول الوقت عشان كده يحس ان هو في أمان وعشان نتحقق بحديث الرسول اللي صلى الله عليه وسلم جعل غناه في قلبي لازم نشوف حديث رسول الله سلم ليس الغنى عن كسرة العرض وإنما الغنى غنى القلب يعني ايه غنى القلب؟ ان القلب يكون غاني بالغني يعني ايه القلب يبقى غني؟ غني باستحضر انك في ان الله سبحانه وتعالى ينظر إليك فهو غني عن الخوف فهو ما بيخافش ولو أردت الغنى بحقيقة يعمل ايه في القلب؟ يعمل أربع حاجات غنى القلب يعمل أربع حاجات يقل لعندك التوجع ايه ده؟ ويقل لعندك التصدع يا سلام ويقل لعندك الكزع ويقل لعندك الفزع يعني ايه؟ تلاقي نفسك لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل غنىك في قلبك وجعك قليل ما تتوجعش زي الناس كتير اللي بتتوجع يمر عليك الحاجة اللي بتوجع وما تتوجعش وكمان ما تتصدعش ما تقولش طول الوقت ايه أنا تهديت انا حاسس ان انا اتدمرت انا حاسس ان انا كسرت لا يبقى الكلام ده قليل مش موجود في حياتك حاجة تالتة حاجة تالتة يقل الفزع ما تبقاش مرعوب ما تترعبش عارف ربنا جعلك من اهل الحكمة ويقل فيك الايه؟ الجزع يبقى يقل فيك الفزع ويقل فيك الجزع ما تتعيش الحياة دي وبعدين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى حاجة تانية وجمع له ايه؟ جمع له شمله وفي رواية جمع له أمره يعني ايه جمع له شمله أو جمع له أمره؟ يعني الله سبحانه وتعالى يخليه عايش ايه؟ مرتاح البال طيب الخاطر اموروا كلها ما فيهاش اي خلق ولا رعب ولا احساس بان الاشياء بإفشتات لا كله امره مجموع عارب فالسواء الحديث هنا في حتة مهمة اول هو جمع له امره او جمع له شمله على مين؟ على الجامع سبحانه وتعالى يبقى جمعه على الله جمع له شمله وجعله في مرضات الله فتبقى ايه حاصل؟ حياته فيها سكينة وسكون وسكن يسكن عند ربنا ويعيش هيشها هنية ويكون حاسس انه هو طول الوقت في حضرة مولاه تبدل بحضرة مولاه اللي يحصل اليس الله بكافن عبده هيجي بقى الحياة التالت اليس الله بكافن عبده واتته الدنيا وهي راغمة تجي للدنيا لغاية عنده لان ربنا بيكفي لانه ماذا؟ لان الدنيا مكهورة بقهر الله لها فتأتي بأمر الله ايه اللي حاصل؟ هذا عبدي الذي في حضرتي والذي والذي استغنى بي فكيف لا تأتيه الدنيا طائعة لله سبحانه وتعالى وتأتيه وهي راغمة يقولك راغمة ده التعبير على ان يعني انفها في التراب لا تأتيه الدنيا قهرا إليه فيلاقي الرزق بيأتيه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب يبقى فكأن الدنيا بتشتق ليه؟ وتجيله مسرعة وده النوع اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيانا وحياة طيبة حياة طيبة أكيد دي حياة طيبة الشخص التاني اللي في المقابل بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ومن أصبحت الدنيا همه إيه اللي حصل؟ تقدر تقول ده الشخص غير الجاد الشخص اللي هو في الحقيقة متواكل الشخص اللي هو بيهزر ويسايب الدنيا ويسايب الأسباب وبيختبر أنا آسف يعني وبيختبر مولاه وبيقال له ولا هو مهتم بأي شيء ممكن يكون يفتح عليه أبواب خيرات مولانا سبحانه وتعالى وما بيرتبش أي شيء في حياته ويكون الشخص طريقته في الحياة فيها شوية حاجات إيه بقى الحياة دي؟ جعل الله فقره بين عينين يحس دايما أنه عنده نهم نهمان لا يشبعان طالبه علم وطالبه مال تلاقيه نهم ولا يملأ عين ابن أدم إلا التراب تلاقيه دو إيه؟ آه جعل فقره بين عينين يعني طول الوقت فقير مش بس فقير إنه معهوش فلوس لا حتى هو شعوره من جوة شعور الشخص اللي هو مش راضي ومش ممتلئ وده عمره ما يغتني أبدا حتى لو ملك الدنيا كلها بل لعكس كل ما يملك كل ما يزداد نهم ويزداد جشع وعشان كده حضرت النبي قال وهو بيكلم بشكل واضح عشان الناس تصل إلى حد الاتزان قال لنا إيه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يزداد بهذا الحرص وبهذا التوقع إلا فقرا أعوذ بالله طيب وده عكس يحصل له إيه بعد كده لما هو يفضل كده فقره بين عينيه إيه اللي حاصل يروح في كل طريق بقى فرق الله عليه شامله يتشتت بقى ويبقى الآن وعنده قلق وإحساس بالإحباط وإحساس ب وأموره إيه اللي حاصل تتفرق عليه ويبقى مشتت وتاي وحاسس بالتيه حاسس دايما إنه هو في نفق مظلم وما فيش أي بادرة يفضل بقى في هذه الحالة وإيه اللي حاصل ومش ممكن أبدا يخرج إلا وهو حزين كثير وما بيخلص أبدا ويبقى متساب وحاسس إنه ذهب إلى حيث لا عودة طيب وإيه اللي حاصل ومع كل ده إيه مع هذا التشتت كله ما يحصلوش من الدنيا وما حصلش من الدنيا إلا اللي ربنا قدره له لأن دي الحقيقة فعلا فربنا هو ملك الدنيا والآخرة فأي حاجة أنت تعملها مش تحصل بيها إلا ما قسمه الله لك من الرزق وعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها وهنا بعد ما سمعنا الحديث نقدر نقول أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا المعاني التلاتة كلها في حديث مختصر قال من جعل من جعل الهموم هما واحدا هما آخرته ماذا؟ كفاه الله وهم دنياه وعشان كده تعالوا دايما نفكر نفسنا أن احنا في مدد الله وخلينا نذكر دايما ربنا ونقول كده يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي كل يوم في الصبح وفي المسا نقول الكلام ده وخلونا دايما كمان نقول حاجة مهمة جدا ونعمل حاجة مهمة جدا تجعلنا دايما عايشين بهذا الحديث إيه اللي خلينا نعيش بهذا الحديث طول الوقت أن احنا دايما نكون في كل يوم مقسمين يومنا تلت تلات تلت تلات مش معناها الساعات لكن تلت تلات لازم نلاجع كل يوم قدي كنا بنعبد ربنا وقدي كنا بنعمر وقدي كنا بنزك نفسنا وما نخليش أي يوم من أيامنا ياخروا من الحاجات التلاتة دي ولازم طول الوقت في الصبح وفي المسا نحمد ربنا على نعمه وعلى الأقل نذكر خمس نعم أن ربنا أنعمه معانينا كل يوم ونحمد ربنا عليها عشان ده يجدد إيماننا ويجدد كمان أنوار قلوبنا ونفضل دايما متعلقين بالآخرة يعني متعلقين في ساحة لقاء مولانا يا رب علق قلوبنا دايما بلقاك واجعلنا دائما في معياتك واجعلنا دائما في مددك يا كريم يا ودود يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نعرض على حضراتكم أسئلتكم التي وصلتنا على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسروا عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم اللي جات لنا على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسروا اللي هي بتفضل جسر ممدود بيننا يفضل حتى في أوقات تواصلكم معانا يفتح لنا باب من أبواب حضرة مولانا سبحانه وتعالى وإحنا قاعدين في مجالس العلم وتعالوا نتكلم على أول سؤال تعالوا نعرض أول سؤال وصلنا السؤال بيقول إيه كنت مسافرا لمدة 30 سنة وبنت بيت وعملت وعلمت أولادي ويجوزتهم بعد ما رجعت واستقريت أولادي طردوني من البيت لا حاول ولا قوة إلا بالله وطلبوا مني أني أطلق أم أولادي للعلم كلهم بنات متجزوجات أم أولادي أبدو أنهم مش عارف فقا يعني وكأنهم متجوز تاني يعني أم أولادي دي مش أموهم بقا للعلم كلهم بنات متزوجات وأنا غاضب عليهم وأنا الآن لوحدي ساكن في غرفة هل يجوز لي هل يجوز لهم عمل عمرة وأنا زعلان منهم سؤال مركب شوي أو خلينا نقول هل يجوز إنهم عملوا معاك ده لا ما يجوز بس هو في الحقيقة أنت علمتهم وساعدتهم وربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب من الساعة اللي هم كانوا فيها ورجعت استقريت مشكلة في مسألة الرجوع بعد الاستقرار على فكرة بعد طول الغربة فيها مشكلة أنا دلوقتي بتكلم على مسألة التحليل قبل ما تكلم على مسألة الحكم الشرعي أنت لما بتقعد فترة طويلة في الغربة لما بتيجي بتيجي بتحاول تسترد دورك كأب في حياة أولادك للأسف ممكن كتير في أوقات كتيرة بيبقى فات المعاد ومش فات المعاد بمعنى أن أنت جاي عايز تتكلم أولادك على أنك أنت أولادك اللي سبتهم من 30 سنة بس هم مش أولادك اللي سبتهم من 30 سنة سيدنا الإمام علي كان بيعلمنا أن احنا الرب أولادنا لغير زماننا فمعنى ذلك إن إيه وهو ده المعنى اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا بعد العاشرة خلاص الأولاد بقوا كبار وبعد كده بعد مبلغوا خلاص فلذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدمننا نموذج مهم جدا جدا مع سيدنا أنس بن مالك إيه اللي حاصل بيقول خدمت رسول الله عشر سنين فما قال دي شيء فعلته لما فعلته ولا دي شيء انتركته لما تركته يبقى احنا لازم نفهم إن أولادنا لما بيكبرهم مش هينفع أن احنا نتعامل معهم زي الأطفال طب أنا بقول كده لي عشان أبرر ليهم إن هم تجاوزوا وآخدوا المال وطردوك من البيت لا هذا لا غير جائز بس هو فيه جزء كده أنا مش فهمه إن هم طلبوا منك إن أنت تطلق أم أولادك أكيد مش طلبوا منك إن أنت تطلق أم آآ والدتهم ده أنت ممكن فيه جزء في السؤال ده إن هم والدتك آآ أنت طلقت آآ والدتهم أو إن حصل أي حيء أي شيء فحصل كده فهم إيه اللي حاصل وكأنهم عندهم خلاف عن نمط حياتك أو طريق حياتك فهم أعلنوا رفضهم لده فأنت بتقول إن هم تردوني من البيت من البيت اللي أنت عملت إيه اللي سكنت كل واحد فيه فيه شقة ونمط حياتك مش متوافق مع نمط حياته فقالوا لك إحنا مش قادرين وإنت بتقول إن كل واحدة فيه متجوزة وإن أنت عملت بنيت البيت ديت وديتهم شقة ديت لكل واحد شقة لأنه مش متوقع إن أنت بعد ما تديهم الشقة ده يتردوك أما إنهم لو عملوا كده وجحدوا فإن والعزب الله ده كبير يعني لهم لو أساءوا ليك وتردوك بعد جحودا بعد ما أنت ربنا سبحانه وتعالى جعلك سببا من أسباب التوسع عليهم فده جحود وده والعزب الله من أشد الأشياء اللي تمحق البركة وهو عقوق الولدين وعقوق الولدين مش بس عقوق الزوجة مش عقوق الأم بس ده عقوق الأب كمان فاللي عملوا معاك ده لو كان ده جحود ولا عزب الله يبقى ده من قبيل عقوق الولدين ولزاي جدوت من الكبائر لكن هي المسألة كلها إذا كنت أنت زي ما قلت أنا في الحالة الأولى يبقى أنت محتاج أن أنت تراجع نفسك شوي بتقول لي هل يجوز أنهم بقى يعملوا عمرة وأنا زعلان منهم حسب هم طبعا على كل حال عمرتهم لن تكون باطلة لكن أنت بتسألني هل ينفع أن الأولاد اللي راحين يعملوا عمرة يعملوا تكون أخلاقهم دي لو هم جاحدين ماينفعش كده ولذلك أنا بقول لهم روحوا عملوا عمرة وطلبوا من الله أنه يغفر لكم ويغير قلوبكم عشان تحن على أبوكم فأنت بتقول لي لو أم عمر عمرة عمرتهم ما تكون صحيحة هتكون صحيحة بس هم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويقبلوا على الله ويطلبوا إلى الله سبحانه وتعالى أنه يشرح صدرهم عشان يكونوا ناس برين بيك لكن ما نعومش من عمرة لجاز العمرة دي تهي اللي تخليهم ترقى قلوبهم عليك السؤال اللي بعد كده السؤال بيقول لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك أنا متجوزة من 15 سنة زوجي رجل طيب وخلوق وابن أصول وأنا بحبه ولكن لا ينجب ورضيت بقضاء الله وقدري هل ربنا هيجزيني على صبري معاه ولا لا ولا أنا متوكلة أرجو الرد جزاك الله خير أبدا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بالعكس أنت صابر وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك السواب العظيم ويكتب لك سوابين سواب الصبر على إنك أنت صبرت على إنك أنت ما تكونيش أم الأولاد وعلى فكرة في حلول تاني أنا أقولك حلول بعد مجاوبك على سؤال يبقى أنت أول حاجة صبرك على إنك أنت صبرت إن أنت على هذا القدر الأمر التاني والمهم بقى إن ربنا هيثيبك على إنك أنت طيبت خطر جوزك وما كسرتش خطره على فكرة نفس الكلام ده هقول للزوج اللي وسألني على الزوج عشان بس ما يقولوش أنت ليه بتقول الكلام ده للزوجة بس اللي أنا أقولوش الكلام ده للزوج وللزوجة طيب وفي حلول تانية حلول الكفالة إن أنت ممكن تكفله وحل الكفالة ده تعيخليك في نفس الوقت تشعري بكثير من مشاعر الأمومة وخاصة لو قمت بيرضاع هذا الطفل فيحصل لك الكلام ده وكده يكون عندك بعض مشاعر بعض مشاعر الأمومة يبقى أنت ربنا هيثيبك ويكتب لك السابر حسنا مرتين مرة عشان الصبر والأمر التاني في حل تاني إيه هو الحل إن أنت ممكن تكفله طفل وكفالتك للطفل ده هتقود عليك بخير كتير جدا 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 عليك إن أنت تقنع زوجك ده ويعرف إن أنت لو كفالت الطفل ده كمان زوجك وإنت وزوجك هتدخله في حديث الرسول الله عليه وسلم أنا وكافر يتين كهتين في الجن فإن شاء الله ربنا يكتب لك السواب وتكوني في خير حال السؤال اللي بعد كده بيقولها هل يجوز لمسلم أن يتزوج واحدة من غير أهل الكتاب؟ لا لا يجوز لأحد لا يجوز لمسلم أن يتزوج من غير أهل الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى أبان أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هم الذين يجوز أن نتزوج منهن فغير أهل الكتاب لا يجوز أن يتزوج المسلم من غير أهل الكتاب أهل الكتاب يعني مين؟ أهل الكتاب يعني من لهم كتاب سماوي اللي هو أخواننا المسيحيين وكمان اليهود هم دول أهل الكتاب اللي لهم كتاب سماوي مقصود بأهل الكتاب ومن كان لهم كتاب سماوي وهم اللي موجودين قدامنا دلوقتي هم المسيحيين وكمان أيضا اليهود لو أني ظهر أني حد كان بيجينا سؤال زمان كده يسألون كده لو حد مثلا ثبت أنه عنده كتاب سماوي وإحنا ما نعرفوش مثلا هو تابع لهذا الكتاب السماوي وهل يكون من أهل الكتاب نعم سيكون من أهل الكتاب بس لما يكون في أثبت أن هذا الكتاب الذي عنده ويعبد الله عليه هو من عند الله سبحانه وتعالى يبقى إذن أهل الكتاب هم الذين يجوز أن يتزوج المسلم منهم لكن غير أهل الكتاب من اللي عندهم أديان وضعية لا يجوز أن يتزوج منهم المسلم السؤال بعد كده يقول السلام عليكم عندي سؤال ويا ريت تجاوبني أنا بصلي بقرأ قرآن وبصلي قيام الليل وبصلي صلاة التسبيح الحمد لله بس في ناس حولها بيقولوا لي أن ربنا مش بيحبني علشان أنا مش بتتبع بتعب ومش بروح للدكتور خالص ممكن في السنة مرة يجيني دور برد بيقولوا لي اللي ربنا بيحبه بيمرض علشان ربنا بيغفر لو تعب اللي حاصل بيقولوا إيه أني أنا مش بتعب ومش بروح للدكتور خالص وممكن في السنة بيقولوا إيه أنت عشان ربنا بيحبك وكأنهم فهم مغلوط لقوله صلى الله عليه وسلم أشد للناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فقالوا إيه أنت لو ربنا بيحبك لازم تتقدر حياتك طبوا ليه حضرت النبي نفسه قال ولكن عافيتك أوسع لي يعني حضرت النبي كان بيطلب العافية اللي عايش في العافية عايش في نعمة والناس في الترقي إلى الله سبحانه وتعالى أنواع منهم شخص يصبر ومنهم شخص يشكر يبقى سألوا سيدنا الإمام علي أيوما أحب إليك أن تشكر الله على الماء البارد يعني هو بيكلم في الحر على الماء البارد أو أن تشكر الله على الماء الحار قال بل أشكر الله على الماء البارد وكأنه عايز يقول أنه لما يشكر ربنا على النعمة أن الشكر يخرج من كل جزء من أجزاء جسده ويخرج من قلبه ومن كامل قلبه ولذلك الشخص الذي ربنا سبحانه وتعالى نعمه ومكتب له أنه يكون في هذه الحالة المرضية ده فضله ونعمة من الله ولذلك إلا حاصل المتصور الذي فهم قوله تعالى وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأْزِيدَنَّكُمْ إن الإنسان اللي في النعمة لو أنه شكر الله يزيد الله عليه النعمة وهذا لا يكون دليلا إلا على أن الله سبحانه وتعالى يتودد إليه وأن الله سبحانه وتعالى يحبه وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقربه ولعل هذا أحد تفسيرات قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مروع الرب العزة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأْعْطِيَنَّهُ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من أهل العافية ومن أهل النعمة يا رب العالمين أكرمنا على الدوام أن تجعل مقصودنا هو رضاك وأن تجعل مقصودنا هو محبتك اجعلنا من أهل العبادة ومن أهل العمران ومن أهل التسكية فاجعلنا دائما ننظر إليك ونشكر نعمتك ونعيش في حضرتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين أكرمنا بذوق شهد معيتك وقربك على الدوام يا أكرم الأكرمين